التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياضة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إد رويس وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفر خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني وعضو الكونغرس الأمريكي بول كوك القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هنزل وعدد من المسؤولين